وإلى أخبار الطقس حيث أودت الأمطار الغزيرة في جنوب الصين بحياة تسعة أشخاص فيما لا يزال ستة في عداد المفقودين وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الأمطار التي هطلت على مقاطعة جوانغ دونغ تسببت بفيضانات وانزلاقات أتربة في ظل ظواهر طقس قاسية تشهدها أنحاء البلاد بوجه عام وأوضحت شبكة سي سي تيفي التلفزيونية الصينية أن مقاطعة جياو لينغ شهدت وفاة خمسة أشخاص وفقدان اثنين عقب الفيضانات فيما لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد أربعة بمنطقة أخرى